اشتركوا في القناة والقرارات المتعلقة بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ذات الاولوية المشتركة للمنطقة العربية في ظل التحديات العالمية خلال الفترة الراهنة كما اقر المجلس مواضيع محور اعمال الدورة المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي اضافة لمتابعة مستجدات الامن الغذائي العربي والتقدم المحرز في المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من اجل التجارة للدول العربية واستعرض المجلس مستجدات التعاون العربي الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والجهود العربية الرامية الى احراز التقدم في تحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة هذا وتضمن جدول اعمال الاجتماع مناقشة التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الحادية والثلاثين ترجمة نانسي قنقر